الآن سنتكلم عن النوع الآخر اللي هو integral controller اللي هو الكي الكي اي كي انتغرار طيب لو كان عندي نفس العمل هي عندي طبعا اليو i هتساوي كي اي هذا الكنسانت integral of the error يعمل هي يعمل integration للأرور اذا لما ناخد transfer function نقصر u i ستساوي ki انتغرار دائما على s e اذا u i على e s و ki على s تكون هنا ki على s اذا هنا الانبوت عبارة عن error والoutput هي uf كذلك في الذي قبله و interchange ستكون هنا e و s و u t الآن النوع الثالث اللي هو derivative controller و the rest وهو عبارة عن ان الاوتبوت time domain uf t d ستساوي k d مضروبه d i في d differential error يعمل لها differentiation لما ناخد لها laplace transform ستصير u d s يساوي s مضروبه k d اذا الاوتبوت s على error input ستساوي kd v l s الان combination لو اردت ان اعمل proportional integral controller ستصير حيكون بالكيس الرأور ذي ما قلنا هي input و ال output us طيب سيكون عندنا ال proportional عبارة عن simple gain k kp زايدا integral كنا قلنا ايش ki على s طيب لو قدنا هننعمل proportional derivative controller pd سيكون ماذا kp زايدا kd في ال s ماذا ماذا سيكون سيكون ماذا الثلاثة ترام سيكون kp زايدا kd في ال s هذا ال derivative زايدا ki على s هذا الان هنأخذ two examples على disturbance block hard diagram اول مثال يجب hard to jack ماذا ال و هذا هذا البلوك الذي يمثل الهارد ديسك درايف سيستم هنا عندنا هنا الامبليفاير عبارة عن وهنا الكويل ترانسفير فونكشن هنا اللود هنا الدستيربنس تورك بالنغتف يدخلي انه يوضع الكويل تورك وعندنا كذلك السنسر عبارة عن يونيتي سنسر واحد هو يعمل احنا نبغى Output position هذا هذا الرفرنس او الهو عبارة عن a desired position اعني النقطة التي احنا نريد ان نحددها بالهارد ديسك درايف هارد ديسك درايف طيب نبغى نحط برامتر في عندنا هنا برامتر للهارد ديسك درايف نبغى نحلل النوع السيستم هاي عندنا الكي اي يساوي مرة بالعشرة رح ناخده ومرة بالثمانين عند الكي ام يساوي خمسة الاف الار حيساوي الف اوم الال يساوي واحد هنري المومنت of inertia عبارة عن واحد والفيسكوس بريكشن عشرين الان نضع هذه البرامتر في داخل البلوك دايقرام نعوض فيها في هاي هيطلع عندنا الاتي الآن السؤال يقول الآن السؤال يقول find the closed loop transfer function و وين التورك دستيربنس حيث سيصفر لما ما يكون عندنا دستيربنس إذن الحل حيكون ماذا بإمكاننا إيجاد ترانسفير فانكشن لما التورك دستيربنس بزيرو نفترض أن هذه J1 وهذه J2 إذن الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن ستساوي J1 في J2 على واحد زائد J1 J2 الآن عرض قيمها ستكون خمسة ألاف مضروبة في K-A على S زائد ألف مضروبة في S تربيع زائد عشرين S على واحد زائد خمسة ألاف K-A على S زائد ألف في S تربيع زائد عشرين S مضروبة في مضروبة في مضروبة في مضروبة في K-A على لما نضروبة في مضروبة في المقام ستعطينا S زائد ألف K-A في S تربيع زائد عشرين S هذي حاصل ضربة في الواحد زائد هتروح مقام K-A خمسة ألاف K-A مع مضروبة تبقى هي هتساوي خمسة ألاف K-A على S تكعيب زائد ألف وعشرون S تربيع زائد عشرين ألف S زائد خمسة ألاف K-A هذي هي المطلوبة المطلوبة